فالوصفة بتاعتنا النهاردة هي حنستعمل فيها الرايس كيك اهو وده طبعا بيباع في اغلب السوبر ماركتات لانه طبعا طعمه لذيذ جدا جدا وفي نفس الوقت صحي فحنستعمل الرايس كيك بتاعنا النهاردة مع زبدة فول سوداني وفول سوداني محمص دارك تشوكليت وعايزين لو تحبوا لو تحبوا حنستعمل ستيكس خشب عايزين ورق زبدة ورق زبدة طيب هناخد دلوقتي شوفوا عندنا هنا فول سوداني محمص وعندنا هنا الرايس كيك واحنا قولنا الرايس كيك ده بيبقى هش جدا وبيتباع في اغلب السوبر ماركتات لانه هو خيار صحي جدا دلوقتي وممكن يتقدم مع حاجات كتير يعني فيه ناس بيحطوا عليه من فوق سموكت سامن بيحطوا عليه خضار بيحطوا عليه تونة يعني زي ما انتم عايزين بتقدروا تحطوا عليه النهاردة احنا هنحط عليه البينات باتر او زبدة الفول السوداني وعندنا السوداني المحمص هناخد دلوقتي البينات باتر اللي عندنا وممكن بعد كده نحطه كمان في ستيكس للاطفال بينبسطوا عليه هناخد البينات باتر اللي عندنا وهندهنها على الرايس كيك بتاعنا هناخد بقى دلوقتي السوداني الفول السوداني اللي عندنا وهنحطه كده وزاوه على الوش بالشكل ده هناخد بقى دلوقتي الشوكليت كيك اللي عندنا الاسفق الدارك شوكليت اللي عندنا ونجيب ورق الزبدة او ورق الشمع ونحطه كده هنا وهناخد الستيكس بتاعتنا عايزين تحطوا بقى الستيكس دي هنحطها دلوقتي كده هنا مش عايزين تحطوها يبقى مش هنحطها ممكن تحطوا كمان اتنين مع بعض وتحطوها في النص زي ما تحبوا هناخد دلوقتي خلينا ناخد بولة مثلا كده نحط هنا الشوكليت بتاعتنا كنت عايزة حطها هنا الاول خلاص مش مشكلة هنحطها كده عليها ممكن تغطسوها كلها وممكن بس تغطسوا الوش زي ما تحبوا زي ما انتم عايزين كده وهنحطها على ورق الزبدة بهذا الشكل عشان تبقوا شفتوا لو غطسناها كلها ولو غطسنا بس الوش ازاي بتكون نحط دول كده وناخد السوداني اللي عندنا ونحطو كده وهنضغطو شوية كده وبعدين ناخدو نحطو هنا كده بصوا بقى خلينا نحط دي كده هنا نغطيها كويس بالشكل ده ونصفيها كويس فدي بحالة عايزين تغطوها كلها تمام ايه كده ونحطها برضو هنا لغاية ما تبرد خالص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة